في الامتحان طيب المراجعة بتاعتنا هتكون كالتالي طبعا امتحان ادارة المشروعات امتحان ان شاء الله بإذن الله هيجي امتحان سهل وبسيط انت ركز ابتدي من دلوقتي حتى راجع الحاجات المهمة واللي احنا هنقول عليها حضر الورقة والألم لان عندنا النهاردة كمان جزء عملي بعض الاسئلة او الحالات العملية في ادارة المشروعات هنعرفها مع بعض حضر الورقة بتاعتك وحضر الالم لان خلاص ما عاد شوق وانت بتتفرج على الحلقة هيبقى تاني يوم الامتحان باذن الله ان شاء الله باذن الله الامتحان يعد على خير وخلي بالك مادة المشروعات معها مادة تانية الاقتصاد فحاول بقدر الامكان ان انت تركز في المادة تاني توكل على الله ونبدأ مراجعة ليلة الامتحان بتاعك النهاردة ان شاء الله في مادة ادارة المشروعات في اسئلة كتير جيتلي من الطلبة والامتحان هيبقى شكله يا مستر طبعا لشكل الامتحان الشكل المعتادل بنشوفه بالامتحانات السابقة يعني اسئلة مقالية اسئلة مرضعية واسئلة عن الحالات العملية بالنسبة للاسئلة المرضعية هتبقى عندنا الصح والغلط اختار من بين الاقواص اكمل العبرات المصطلحات عندنا اسئلة مقالي المقالي دايما دايما بيجي في المشروعات مش كتير المادة مليانة فالمقالي بيجي مش كتير برضو هنقول مع بعض نركز عليه في الاسئلة المقالي وإذن الله يكون سبب في ان انت تقدر تحل المادة معك طيب نتوكل على الله عشان وقت الحلقة ونشوف النهاردة معنا ايه نبدأ به السؤال الاول اذا كان معدل العائد للاستثمار اتناشر في المية وسعر الفائدة السائد بالسوق عشرة في المية فهل يقبل او يرفض المشروع ممكن تلاقي في الامتحان سؤال بيقولك ما هي النتائج المترتبة على او حدد اسكان المشروع ده يتقابل او يترفض انت هتحدد بناء على ايه هنا معدل عائد الاستثمار اللي يخص المشروع اتناشر في المية سعر الفائدة السائد في السوق سعر الفائدة اللي البنك هيديها عشرة في المية يعني انت قدامك دلوقتي لو عملت مشروع يديك اتناشر لو حطت الفلوس في البنك يديك عشرة فيطر هيقبل المشروع ولا هيرفض طبعا في الحالة دي هيقبل لو سألك على السبب قل له انت قابلته ليه طب احنا هنا قابلنا ليه واحدة هيقول لي اه برافو عليك ان عشان معدل العائد اكبر من سعر الفائدة اقول له بقى ده اقول له يقبل المشروع لان معدل العائد الاستثمار اكبر من سعر الفائدة السائد في السوق طب يا مستر لو بالعكس يعني ايه بالعكس نخلي بالنا من السؤال ده مهم جدا يعني لو ايجا قالك ان سعر الفائدة خمستاشر وسعر عائد الاستثمار عشرة هنا يرفض المشروع ليه هنرفض المشروع لان هنا معدل الفائدة اعلى من معدل عائد الاستثماء او قلم واكتب الكلام الكلام قدامك اهو اكتبه وابتدي ذاكر نيجي للنقطة اللي بعد كده من المسائل المقالي المهم المسائل الحالات العملية المهمة جدا تكلفة الاقتراض طرح مشروع قرض باصدار 4000 سند سعر السند 50 جنيه لمدة 5 سنوات قبل الضريبة احسب تكلفة الاقتراض اذا علمت ان الفائدة على حملة السندات 20 الف جنيه طيب خليك معايا بقى عشان اوضح لك النقطة دي مسألة تكلفة الاقتراض من المسائل المهمة جدا وممكن تجيلك بشكلين الشكل الاول ان هي تجيلك مباشرة ان هو يديك القرض ويديك الفائدة الموزعة ان هو يقولك في المسألة كده اقتراضت احدى الشركات 200 الف جنيه ويقولك ان ده اصل القرض ويقولك كمان على الفائدة الموزعة في الحالة دي انت بتقول على طول تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على اصل القرض في 100 عشان يديني معدل اما بقى لو ما جاب لناش المسألة بالشكل ده وجابهننا بالشكل اللي قدامنا ده طيب هو مديلك ايه في المسألة مديك عدد السندات مديك القيمة الاسمية لكل سند مديك الفائدة الموزعة الحق يا مصطر ده مش مديني اصل القرض اه هو مش مديني فعلا اصل القرض لكن طالما ما تدنيش اصل القرض يبقى اكيد انا اللي هجيبه واكيد ده انا اللي هجيبه اكيد هو مديني معطرار في المسألة اجيبها به طب اصل القرض بيساوي ايه وخلي بالك ممكن تجيلك اكمل في الامتحان اصل القرض بيساوي هتقول له عدد السندات في القيمة الاسمية او سعرها تاني اصل القرض بيساوي عدد السندات في سعرها او قيمتها الاسمية عندنا في المسألة هنا عندنا اصدرت اربع تلاف سند سعر السند خمسين جنيه هقول له انا بقى اصل القرد بيساوي واضرب الاربع تلاف في الخمسين هيدينا متين الف جنيه كده انت بقى عندك ايه رفع عليكم بقى عندك اصل القرد بعد كده بشتغل بالقانون اللي قدامك ده تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة على اصل القرد واصل القرد بجيبه ازاي رفع عليكم عدد السندات في سعرها وطبعا هنا بضرب في مية عشان يديني معدل تاني المسألة اللي قدامنا دي حاجة من الاتنين يا اما تيجي مباشرة ان هو يقولك يديك اصل القرد ويديك كمان الفائدة الموزعة في الحالة دي بقول له الفائدة بتساوي التكلفة القرد بتساوي الفائدة على اصل القرد في مية اما اذا لو مدلكش بالمعطيات اصل القرد هيديك حاجة تجيب بيها اصل القرد ايه الحاجة اللي هنجيب بيها اصل القرد دي عدد السندات في سعرها اضرب الاتنين في بعض هيديك اصل القرد لو حصلت على اصل القرد تقدر بقى تحط القانون عادي جدا وتقول تكلفة الاختراض بتساوي الفائدة الموزعة على اصل القرد في مية خلي بالك من المسألة تاني حالتين للمسألة دي وراء قلم ويكتب اللي احنا بنقوله حالة الاولى ان يجيب لك اصل القرد جاهز والفائدة الموزعة واحدة يقول لي او واحدة يقول لي مستر انت كاتب في المسألة قبل خمس سنين وعشر سنين هل المدة دي لات اطلاقا ده هو بيقول لي من القرد يسدد قبل خمس سنين او عشر سنين دي مناش علاقة بيها اللي لينا علاقة بي حاجتين تكلفة الاقتراض اللي انا عايز اجيبها عشان اجيبها عايز حاجتين عايز الفائدة الموزعة عشان اقسمها على اصل القرد طيب الفائدة الموزعة موجودة اصل القرد موجود اجيب تكلفة الاقتراض اما لو لو اصل القرد هو اللي مش موجود هجيبه ازاي ربوا عليكم اضرب عدد السندات اللي هيبقى مدهالك في كوميتها الاسمية او سعرها هيديك اصل القرد ساعتها المسألة تبقى جاهزة المسألة مهمة ركز فيها تعالوا نشوف مع بعض الحالة العملية التانية اللي معانا النهاردة بفرض ان احدى المشروعات اصدر اسهم ممتازة وكانت القيمة الاسمية للسهم الف امية جنيه والتوزيع المحدد عشرة في المية وصافي قمت السهم خمسة وتسعين ما هي تكلفة الاسهم الممتازة بص بقى تكلفة الاسهم الممتازة بتساوي ايه التوزيع المحدد على التوزيع المحدد على صافي قمت السهم في المية هو هيديك في المسألة التوزيع وهيديك صافي قيمة السهم دي من المسائل اللي بلاقيك ده مسألة خفيفة بديك كل البيانات تاني بديك كل البيانات ايه البيانات اللي موجودة عندك هو القانون بيقول ايه تكلفة الاسهم الممتازة بتساوي التوزيع المحدد على صافي قيمة السهم في مية طبعا لما بضربهم بدينا تكلفة الاسهم الممتازة نسبة مقاوية هو هتنسى التكلفة لازم يبقى التمييز بتاعها نسبة مقاوية نبص على السؤال تاني بفرض ان احدى المشروعات اصدر اسهم ممتازة كانت القيمة الاسمية للسهم مية جنيه والتوزيع عشرة في المية وكان صافي قيمة السهم خمسة وتسعين جنيه فما هي تكلفة الاسهم الممتازة هتقول له تكلفة الاسهم الممتازة بتساوي توزيع السابق على صافي قيمة السهم في مية ويجيلك ويجيلك الناتج معدل دي بقى بتيجي في الاختيارات والاسئلة البسيطة نيجي للحالة التانية اذا كانت القيمة السوقية للسهم مية جنيه والتوزيع المتوقع للسهم في العام القادم اربعة ونص ومعدل النمو المتوقع سبع في المية فما هي تكلفة الاسهم العادية خلي بالك اللي فاتت كانت تكلفة الاسهم الممتازة اما هنا تكلفة الاسهم العادية القانون قدامك هاو او قلم واكتب القانون لان في المسائل دي ما فيش فكرة كل البيانات قدامك وانت بتعوض على طول تكلفة الاسهم العادية بتساوي التوزيع المتوقع اجيبه منين يا مستر عندك التوزيع المتوقع للسهم هاو قدامك اربعة ونص على القيمة السوقية اجيبها منين اول حاجة في المسألة المية زائد معدل النمو اجيبه منين سبع من مية في مية طب انا هدربت في مية لانه يا مستر اقولنا التكلفة بضربها في مية عشان يديني معدل هعاوض قدامك هاو بص المسألة بتتحل في خطوة واحدة اربعة ونص جيبتها منين ده التوزيع المتوقع اللي موجود قدامك على مية اجيبتها منين دي القيمة السوقية للسهم زائد سبع من مية دي معدل النمو في مية عشان اقدر اجيب التكلفة ويه تبقى نسبة مقاوية يطلع الناتج حداشر ونص في المية نخلي بنا منها الحالة اللي بعد كده احنا بنحاول ناخد اكبر قدر من الحالات عشان لما تقدر تراجع يبقى المسألة قدامك الحالة اللي بعد كده بفرض ان القيمة السوقية للسهم مية وتمانين جنيه والتوزيع المتوقع في العام القادم اتناشر ونص وسعر الضريبة عشرين في المية فما هي تكلفة الارباح المحتجزة طيب تكلفة الارباح المحتجزة بتساوي ايه بتساوي التوزيع المتوقع اجيبه منين قدامك في المسألة اهو التوزيع المتوقع في العام القادم اتناشر ونص في واحد ناقص الضريبة طب اجيب الضريبة منين يا مستر الضريبة عندك عشرين من مية على القيمة السوقية اجيب لكم السوقية منين القيمة السوقية للسهن الموجودة في المسألة يبقى انا هقول اتناشر ونص في واحد ناقص الضريبة اللي هي عشرين من مية على المية وتمانين اللي هي القيمة السوقية طيب هي يا مستر دلوقتي المسائل اللي انت قلتها دي كلها كده تيجي لا طبعا هو ممكن يجيب لك تكلفة أسهم عادية حالة من دول تكلفة الأسهم العادية تكلفة الأسهم الممتازة أو تكلفة الأرباح المحتجزة يعني انت اما ما تذكر من دول ممكن يجيب لك منهم حالة تكلفة الأسهم الممتازة تكلفة الأسهم العادية تكلفة الأرباح المحتجزة طيب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا هنلاقيها متقررة كتير في الامتحانات نقطة التعدل طيب بيقول لي بلغت التكاليف السبتة للمشهور بلغت التكاليف السبتة للمشروع 25 ألف جنيه والتكاليف المتغيرة 60 ألف جنيه والمبيعات 100 ألف جنيه احسب خلي بالك بقى من المطلوب قيمة الانتاج التي تحقق نقطة التعادل القانون عندك هوا المسألة اللي زي دي انا يدوب بحط القانون وعوج نقطة التعادل بالقيمة وهقول لك بالقيمة الوقت يعني ايه اجمال التكاليف السبتة على واحد ناقص اجمال التكاليف المتغيرة على اجمال المبيعات يعني هاوم حاطت هنا 25 ألف وحطت صورة تكسر واكتب واحد ناقص 60 على 100 اللي هي القانون تاني قيمة نقطة التعادل بالقيمة اجمال التكاليف السبتة على واحد ناقص اجمال المتغيرة على اجمال المبيعات بس خلي بالك انا كاتب لك تحت التمييز ايه جنيه لازم التمييز يطلع جنيه طيب اصح معايا كده شوية لان بقى الامتحان فاركز معايا شوية في الكلمة اللي انا هقولها دلوقتي هو التمييز يا مستر هاخد عليه درجة المسألة هنا مش في التمييز هاخد عليه درجة ومتاخدش عليه درجة لا المسألة في ايه ان نقطة التعادل عندنا بجيبها بحلتين اللي هما ايه نقطة التعادل بجيبها بالقيمة او بالكمية تاني نقطة التعادل بجيبها بالقيمة او بالكمية لو جبتها بالقيمة تمييزها جنيه لو جدتها بالقيمة تمييزها جنيه طب يا مستر انت بتأكد او كده ليه هو ايه يعني هتحصل ايه هيحصل ان انت ممكن تحل المسألة اختيارات حتى لو في حاجة مجهولة ما تقولش المسألة نقصة ليه بقى لو هو جاب لك مثلا قال لك اذا علمت ان تكاليف السابتة 300 الف جنيه واجمال التكاليف المتغيرة مثلا 300 الف جنيه وفي الاخر جايب لك اختيارات وما جابش اجمال المبيعات وقال لك كده بين قصين فتكون قيمة التعادل جنيه 10 الف جنيه مثلا او 10 الف واحدة من غير ما فكر طالما قيمة التعادل يبقى التمييز ايه برافو جنيه اما لو كانت كمية التعادل يبقى التمييز هنا وحدة يبقى تاني طبعا لو جت لنا مسألة حل بالقانون عادي لو اداني اجمال تكاليف تكاليف بتاعتي واجمال تكاليف السابتة واجمال التكاليف المتغيرة كده واجمال المبيعات طبعا كده اجاب للتلاتة انا بجيب نقطة التعادل بالقيمة تاني نقطة التعادل بالقيمة نقطة التعادل بالقيمة بتساوي التكاليف السابتة او اجمال التكاليف السابتة على واحد نقص تكاليف المتغيرة على اجمال المبيعات دي بالقيمة والتمييز ايه جنيه وانت بتسمعني كده اكتب الجملة اللي انا هقولها دي اكتب الجملة اللي انا هقولها دي نقطة التعادل هي التي تحدد الحد الادنى للانتاج تاني نقطة التعادل هي التي تحدد الحد الادنى للانتاج نقطة التعادل دي هي اللي انا بحدد بيها الحد الادنى للانتاج نقطة التعادل هي النقطة اللي بيتساوى فيها الاراضات مع التكاليفة عشان كده اختب الجملة هولا تاني بكرة الامتحان شاء الله بإذن الله كده عايزين نطلع كلنا مبسوطين انت لما تطلع مبسوط انا هبقى مبسوط وكل مدرسينك اللي تعمل معك طول السنة هيبقوا مبسوطين طيب هنقول تاني نقطة التعادل نقطة التعادل هي التي تحدد الحد الادنى للانتاج طب يا مصدر لو جتلي بالكمية تعالى نشوف الحالة بتاعت لو جتلك بالكمية بلغت التكاليف السابقة للمشروع خمسة وعشرين الف جنيه والتكاليف المتغيرة خمسة جنيه وسعر بيع الوحدة عشرة جنيه احسب كمية التعادل اه هنا بقى احسب ايه كمية التعادل براف واحد بيقول لي دلوقتي على طول يا مستر انا ممكن اقول ان الكمية تمييزها واحدة براف عليك يعني انت في المسألة مش هتطلعه بقى لو هو عايز نقطة التعادل بالقيمة هيقول لك احسب القيمة التي تحقق نقطة التعادل لو هو عايزها بالكمية هيقول لك كده احسب نقطة التعادل بالكمية يبقى انت هتبقى عارف الفرق بينهم طيب بجيبها ازاي نقطة التعادل بتساوي اجمالي التكاليف السابقة على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة اجمالي التكاليف السابقة خمسة وعشرين الف جنيه بحطها فوق سعر بيع الوحدة كام؟ لا اهو هتقول خمسة اهو هتطلقبط كام؟ عشرة ناقص التكلفة كام؟ خمسة يبقى هنقول خمسة وعشرين الف على عشرة ناقص خمسة يديك خمس تلاف وحدة حدا هيقول لي ايه؟ طب ايها مستر انت بتقوله هتطلقبط هو انا لو اطلقبط في نقطة التعادل وطرحت التكلفة ناقص سعر بيع الوحدة اللي هيحصل هل المسألة تبقى غلط؟ طبعا هي هتبقى غلط غلط ليه بقى؟ ودي هقولها لك عشان وانت بتحل لو طلعت معك كده انت تعرف ان انت بتحلها غلط ليه؟ هي اسمها نقطة التعادل انت بقى لو غيرت والقانون بيقول ايه؟ كمية التعادل بتساوي التكاليف على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة انت عكست امتطارح التكلفة ناقص سعر البيع هتلاقي الناتج طلع لك بالسالب وطبعا بالعقل وبالمنطق هل فيه كمية تعادل بالسالب؟ كمية تعادل يعني ايه؟ براف يعني حاجتين متعدلين والسالب بتدل على الايه؟ على الخسارة يبقى ما فيش كمية التعادل سالب خالص يبقى انت ساعتها تكتشف ان انت حلت غلط ترجع تاني للمسألة نقولها تاني عشان مسألة مهمة جدا هيجيب لك التكاليف سعر البيع والتكلفة المتغيرة للوحدة عشان اجيب كمية التعادل اللي تميزها هيبقى وحدة هقول له التكلفة تحت سعر البيع اللي هو الكبير ناقص التكلفة اللي هو الصغير يعني اطرح سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة طيب لو جاب لك اختيارات وقال لك كده اذا علمت ان الاستثمار او التكاليف المبدئية المشروع مئة الف جنيه وسعر بيع الوحدة خمسين والتكلفة المتغيرة خمسة وربعين وبينكو سين جايب لك اختيارات من غير ما تبص لو تلاقيت جنيه واتلاقيت وحدة تختار ايه؟ برفع عليك طالما كمية اختار ايه؟ اختار الوحدة يبقى خلي بالك من المسألة دية مسائل اللي معنا احنا بنحاول نغطي قدر كبير من المنهج فانت كمان هتورعوا قلم واكتب لاني مش افكرك تاني انت داخل بكرة امتحان فلازم تكون جاهز ليه باذن الله تعال مع بعض كده نشوف الحالة اللي بعد كده اه دي مسائل بقى من اللي بتيجي بص في حاجة عندنا اسمها سعر بيع الوحدة سعر بيع الوحدة يعني سعر بيع الوحدة عندنا خد الجملة اللي انا هقولها وكتبها خد الجملة اللي انا هقولها دي الناس اللي بتحل الامتحانات لو وقف معاك امتحان في جملة كده في 2020 وضبط تاني خدها مني واكتبها كده بنقول ايه؟ اذا كان سعر السلعة اذا كان السلعة اللي انا هنتجها يوجد مسلعة في الاسواق يعني السلعة اللي انا بنتجها في زياء في السوق فيكون التسعير على اساس السوق يعني صعر سلعتي على اساس السوق تاني اذا كانت السلعة بتاعتي لها سلعة شبهها في السوق يتم التسعير على اساس السوق اما اذا كانت لا يوجد لها مسيل وكلمة لا يوجد ما مسيل يعني السلعة جديدة السوق فيتم التسعير بطريقتين ايه هما يا مستر نسبة الاضافة وعلى حسب قدرات المستهلكين او على سعر المستهلك يبقى تاني لو 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 سلعتي فيه زيها في السوق يبقى انا بحدد على سعر السوق اما لو سلعتي مش موجودة زيها في السوق بحدد بطريقتين ايه هما الطريقتين اول طريقة نسبة الاضافة اللي نتكلم عليها دلوقتي ويهه قدرة المستهلك قدرة المستهلك هنا معناها السعر اللي شايف المستهلك السعر ده ملائم لقدراته المالية. اما بقى نسبة الاضافة. ودي مسألة معتادة في كل الامتحانات. يجي يجيب لك ايه? يقول لك سلعة تكز معي. سلعة تكلفتها عشرة جنيه. ونسبة الاضافة خمسة وعشرين في المية. احسب سعر البيع المتوقع. عايز لك تجيب سعر البيع. حد يقول لي طب ما سهل يا مستر اهو. طب ما انا هضرب على طول التكلفة العشرة في الخمسة وعشرين عالمية. هقول له اللي انت عملته ده غلط. غلط ليه? مش غلط في الحل. لا. اصل انت لو ضربت الى عشرة في خمسة وعشرين عالمية. مش هيديك سعر البيع. قمال هيديك ايه? هيديك هامش الربح. تقم تجمع. تجمع اللي طلعلك. وتحطه على سعر. التكلفة هيديك سعر البيع. طب واللفة دي ليه? طب ما احنا نعمل زي الكتاب بالزبط. الكتاب عمل ايه? قال سلعة تكلفتها تلاتة جنيه. وهامش ربح خمسة وعشرين في المية. هنقول له احنا بقى ايه? سعر البيع المتوقع بيساوي. التلاتة في مية خمسة وعشرين على مية. جبت المية منين يا مستر? هو الراجل عايز يكسب خمسة وعشرين في المية. خلاص اللي هي نسبة الاضافة اللي ضفها المنتج. انا بقى بحط المية ليه? المية دي ليه سعر التكلفة يمثل المية في المية. يطلع لك على طول سعر البيع. يعني كده نبص في الحالة اللي قدامنا دي. المسألة بتجي ازاي? وبتتحل ازاي? بيقول ازا كانت تكلفة انتاج واحدة تلاتة جنيه. ونسبة الاضافة خمسة وعشرين في المية. احسب سعر البيع. بقول له سعر البيع على طول. التلاتة في مية خمسة وعشرين على مية هيديك اه تلاتة جنيه خمسة وسبعين. يبقى انا بعمل ايه? لما يطلب مني سعر البيع. لما يطلب مني كلامي واضح. سعر البيع المتوقع. بقى عميلا ايه? بنجاب التكلفة واضاربها في النسبة. بس قبل مضباب في النسبة. ازاود على هامش يبيح اللي هو مدهولة. يعني مثلا بيديك تلاتين في المية. ازاود عليها مية. 더 Durchs. بتراتين في المية. بتديك خمسة شعب في المية. ازاود عليها مية. يبقى مية وخمسة شعب في المياة. عشان يديك ايه? عشان يديك سعر البيع المتوقع. اما لو انت ضربت في النسبة اللي هو ادهالك. لو ضربت بالنسبة اللي ادهالك مش هيديك سعر البيع. اما اللي هيديك ايه? هيديك هامش الربح. لو انت عايز تحل بالطريقة دية ماشي. هتهامش الربح. وبعد كده اجمعه على سعر التكلفة يديك سعر البيع المتوقع. اللي بيحل بطريقتين عشان لو انت اخدها بطريقة غير اللي انا بقولها. احنا قلنا طريقة الكتاب. في ناس تانية بتحل ازاي? وده مش حل غلط. لكن الغلط ان انت تكتبه تقول سعر البيع وتقول ضرب في النسبة على طول. كده هتبقى غلط. لو انت عايز تشتغل بالنسبة بس اللي مدهالك اضربها اضرب التكلفة في النسبة يطلع لك رقم. اجمعه على سعر التكلفة اللي موجودة عندك يديك سعر البيع المتوقع. مش عايز تشتغل كده. خد التكلفة واضربها في النسبة زائد مية على مية. هتبصها تلاقي سعر البيع طلع لك على طول. وطبعا المسألة دي او الحالة دي بنلاقيها متقررة كتير جدا في الامتحانات. يبقى كمان دي مسألة مهمة جدا عندنا. تعال مع بعض كده نشوف الحالة اللي بعد كده. ده سؤال مقالي. يعني اللي قدامنا على الشاشة ده سؤال مقالي. ما هي مصادر الافكار للمشروعات? طبعا من ضمن المقالي حد هيقول لي ايه? مستر المشروعات المقالي بتاعها كتير مش عارفة لماها والامتحان بكرة والكلام ده. ما تقلقش حل المتحانات. شوف المقالي اللي عندك جالك قبل كده ايه? شوف المقالي المشروع في الكتاب ايه? وابتدي حل عليه وما تقلقش المتحانة ان شاء الله بازن الله يجي في متناول يا رب يعني يجي في آآ سهولة تقدر تحل بيها وتحقق حلمك ان شاء الله بالكلية. السؤال بيقول ما هي مصادر الافكار للمشروعات? من ضمن الاسئلة المقالي المشهورة مصادر الافكار للمشروعات بيه بنقول وجود موارد غير مستغلة زيادة الطلب على سلع او خدمة المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية ونقص التسهيلات التسويقية. تاني ما هي مصادر الافكار للمشروعات السؤال قدامنا ايه اللي بيخلينا فكر في مصروع وجود موارد غير مستغلة زيادة الطلب على السلع او الخدمات مشاكل تعترض عملية التنمية نقص التسهيلات التسويقية. برضو من ضمن المسائل المهمة جدا المسألة اللي قدامنا ديك. معدل عائد الاستثمار. دي شكل المسألة. جايب لك هنا بيانات. البيان جايب مدنتين دي كيرنس واجا. بيقول لي مصروفات التشغيل في كل محافظة اه في كل مدينة. الاراضات بتاعت كل واحدة. الضرائب معفاة وهنا الضريبة ستة وتلاتين الف. اجمال التكلفة الاستثمارية لكل مشروع. طب طالب ايه يا مصطر? بص كده طالب ايه? طالب صافر ربح لكل موقع بديل. احسب معدل عائد على الاستثمار. اي المواقع افضل ولماذا? طب يا مصطر ممكن تجينا في الامتحان? اه طبعا ممكن تجينا في الامتحان لانها متقررة في امتحانات كتير. لكن شكل الجدول ممكن يختلف. طيب نبص كده على الحل بتاعها هتتحل ازاي? ده جدول انا عامله الجدول فاضي. الجدول عبارة عن ايه? الجدول عبارة عن الخنات اللي قدامي. انا هو جايب لجدول. فانا هعمل البيان واكتب هنا المدنتين بتوعي. واحدة واحدة ومع بعض. شان انت وانت في البيت تطبق. هتعمل هنا البيان وهنا المدنتين بتوعي. هتكتب هنا الارادات. ارادات كل مشروع جايبهولك. ان شاء الله يكون جايب عشر مشاريع. يبقى الاراد بتاع المشروع الف والاراد بتاع المشروع به. ناقص مصروفات التشغيل. طب لو انا طرحت من الارادات مصروفات التشغيل يديني ايه? صاف الربح بس امتى? قبل الضريبة. طيب لو في ضريبة يا مستر اعمل ايه? اقول له ناقص الضريبة. لو طرحتها هيديني صاف الربح بعد الايه? الضريبة. اذا الجدول قدامك تاني اهو. ارادات. اناقص منها ايه? مصروفات التشغيل. هيديك صاف الربح قبل الضريبة. طيب لو في ضريبة يا مستر احط الضريبة. لو ما فيش ضريبة ما حطهاش خلاص. صاف الربح بعد الضريبة. طب اولا بعمل كده ليه? عشان اجيب القانون ده? عشان اقول له معدل عائد الاستثمار بيساوي. صاف الربح بعد الضريبة اللي انا وصلت له. على اجمال التكاليف الاستثمارية اللي هي موجودة في التنبين. واضرب في مية. طيب اخطر ازاي? بيتم اختيار المشروع الاعلى عائد. طيب تاني تاني. وخليك معايا بقى عشان اشرحها لك واحدة واحدة. لانها من المسألة المهمة. ممكن تجيلك في الامتحان مسألة زي معدل عائد الاستثمار دوت. بيجيب لك بيانات. بيجيب لك مشروعين. ويقول لك المشروع الف. ويجيب لك الارادات والمصروفات. ويجيب لك لو في ضريبة. ويجيب لك اجمال التكاليف الاستثمارية. طيب. انا بعمل ايه? ركز معايا بقى. وراء وقلم. واكتب معايا اللي انا هقوله ده. هقوم عامل جدول. الجدول ده عبارة عن. شبه جدول محاسبة كده. حط الارادات. اطرح من الارادات مصروفات التشغيل. لو طرحت من الارادات. مصروفات التشغيل. هيدينا ايه? رضو عليكم. هيديك صافر ربح. بس امتى? قبل الضريبة. اقوم نقص منه الايه? الضريبة. افرد يا مستر. ما فيش ضريبة. ما فيش ضريبة خلاص. ما مش هنقص منها حاجة. طب افرد يا مستر. واحدة معفاة واحدة مش معفاة. المعفاة خلاص. المعفاة عمل السفر. كأني باطرح سفر. اما الضريبة اللي جايبها برقم? اطرحها. طب نروح بقى لا صعب من كده. افرد يا مستر جايب للضريبة نسبة. نسبة? نسبة ازاي يعني? يعني قال لك مسلا. وكانت الضريبة تمثل نسبة عشرين في المية. اسمع بقى كمل انت بقى. عشرين في المية منين? من صافر ربح قبل الضريبة. او ماخد صافر ربح قبل الضريبة. دهبوا في عشرين على مية. يدينا على طول الضريبة اوهم طرحها منها. اه سمح حد بقول مش شو اعمل حتة ديت. هقول تاني. بكز معايا كده وخليك معايا. هو دلوقتي هيديك جدول جدول زي اللي احنا قدامنا ده. بيقول لك في البيان دي كيرنس واجا دول مدينتين. عايزين? المسألة عايز ايه? بيقول لك انت انت اختر تعمل المسروع. اي الموقع هنا مناسب? هل دي كيرنس? ولا اجا? طب انا اختار على ايه? ما هو اجيب لك المعيار اللي هتختار عليه? هل اختار بمعيار ايه بقى? هو قال لك معيار معدل عائد الاستسماء? يعني شوف مين المشروع? اللي حقق لك معدل اعلى? اختاره. او خلي بالك من المطلوب. ممكن يقول لك اي من الموقعين لا يصلح. لا يصلح هنا او مرفوض? يبقى اللي يجيب لك عائد ايه? برافو اللي لك عائد اقل. طيب. هقوم انا اعمل ايه بقى? هقوم انا شوف المطلوب عندنا اهو. المطلوب اللي جايبه لك بيقول لي احسب صافي الربح لكل موقع. احسب معدل العائد. اي المواقع افضل? هقوم انا اعمل له جدول. الجدول كالقاتي. ارادات. ناقص مصروفات تشغيل. هيديك ايه? صافي الربح قبل الضريبة. لو في ضريبة بحطها. طيب لو الضريبة نسبة مقاوية. اقوم جايب ايه مسلا صافي الربح قبل الضريبة. ادواب في النسبة يديك الضريبة اطرحها. بعد ما بخلص بيديني الصافي الربح بعد الضريبة. اقوم ايه للقانونة هو. معدل عائد الاستثمار بيساوي. صافي الربح بعد الضريبة. على اجمال التكاليف الاستثمارية في مية. طبعا هيديك معدل. فكده المشروعين اللي هيبقوا قدامك هيبقى فيه مشروع ليه معدل ومشروع ليه معدل. والله اشوف بقى المطلوب. كان المطلوب عندك ايه? اي من الموقعين هو الموقع المناسب. بيقول لك ولماذا? طيب اه كلمة في الامتحدة بتي بتلبخنا. اوها تلبخك. هقول لك ليه. الوقت هو بيقول لك لماذا? طب انا بقول لك دلوقتي. مشروع هيجيب لك تلاتين في المية. مشروع هيجيب لك خمسة وثلاتين في المية. ده معدله تلاتين. وده معدله خمسة وتلاتين. تختار مين? بربو عليك هتختار الخمسة والتلاتين طب السؤال بقى لماذا هتقول له انه الاتبر طب مو ده اللي انا عايزك تكتبه انت مثلا اخترت الاتبر هتقوم ايهله كده يتم المسروع مثلا كذا لانه يحقق معدل عائد اكبر من المسروع الاولين او معدل عائد بتاعه اكبر من المسروع اللي انت ما استبعدته او ما اخترتوش طيب نبص كده مع بعض على ما هي مراحل انشاء المسروع طبعا انا وانا بشرح لعملي منوع لك كده بس ده مش ده كل يعني انت زاكر المنهة الكبير زاكر انت انا جايب لك على سبيل المثال يعني اللي احنا بنقولهم دول على سبيل المثال وليس على سبيل الحص ده انا بحاول اساعدك في بعض الاسئلة المقالي اللي ممكن تجيلك ما هي مراحل انشاء المسروع عندنا خمس مراحل تحديد المسروع اعداد المسروع تقييم قبل التنفيذ تنفيذ المسروع والتقييم بعد تنفيذ المسروع تاني ما هي مراحل انشاء المسروع تحديد المسروع اعداد المسروع التقييم قبل التنفيذ تنفيذ المسروع والتقييم بعد تنفيذ المسروع من ضمن الاسئلة برضو اللي هتلاقيها انت انت هتلاقي كده في الامتحانات السؤال ده متكرر كتير جدا ما هي اسباب عدم نجاح المسروع عندنا دراسة جدوى ضعيفة المغالاة في عائد الاستثمار وضع جدول زمني متفائل تقدير التكلفة بقى قل من قومتها التنبؤ المسرف في نتائج المسروع وارقوا قلم لو انت ما معكش اي حاجة ترجع لها وارجع للحلقة دي انا في نهاية الحلقة هقولك كمان تذكر ازاي بس الاسئلة دي مهمة فترة الاسترداد دي من المسروع في الامتحانات فترة الاسترداد يعني ايه؟ هي الفترة التي يسترد فيها المسروع تكاليفه تاني فترة الاسترداد هي الفترة التي يسترد فيها المسروع تكاليفه يعني ايه يعني انا عملت مشروع كلفته مئة الف جنيه هجيبي المئة الف جنيه في تلات سنين بقى التلات سنين دول اسمهم فترة الاسترداد واحنا في حلقة سابقة قبل كده خدنا فترة الاسترداد بالحالة الصعبة بتاعتها لما يجيب الاتنين مجهولين ارجع للحلقات هتلاقيها مشروحة بالكامل لكن احنا النهاردة هناخد تعرفها والحالة البسيطة بتاعتها فنيين بس عيوبها عيوب فترة الاسترداد عيوبها ان هي بتهمل المكاسب الاضافية وبتهمل القيمة الزمنية للنقود طب مسألتها بتجي ازاي مسطر مسألتها قدامك هاي بيقولك ايه اذا كانت التكاليف الاولية وساعات يقولك الاستصبار المبدئي ستين الف جنيه وعمر المشروع الانتاجي اربع سنوات ومجموعة تضفقاته خلال اربع سنوات تمانين الف جنيه بعد كم سنة استرد المشروع قبل ما اقولك الحل بقى خليك معايا لان اقولك الحاجة مهمة جدا انا عشان اجيب عشان اجيب فترة الاسترداد لازم يبقى عندك تلات حاجات ايه هم التلات حاجات دول لازم يبقى عندك تكاليف ارادات وعمر المشروع تاني عشان اجيب فترة الاسترداد لازم يبقى عندك التلات حاجات دول التكاليف والارادات وعمر المشروع طيب ودول اه انا سمع حد بقول لي مش دول يا مستر عناصر المشروع برافو عليك هم دول فعلا عناصر المشروع طيب هنا في المسألة اللي قدامك ده جايب لك التكاليف ستين جايب لك الاردات تمانين جايب لك عمر المشروع عربعة يعني ما مش حجة قدامك يعني هتبتل تقول له متوسط التدفقات بيساوي مجموعة التدفقات اللي هو الاردات على عدد السنوات او المدة او عمر المشروع يعني تمانين الف على الاربعة الدك كام عشرين الف جنيه ايه يعني عشرين الف جنيه ده متوسط التدفق السنوي يعني كل سنة هيخش لك متوسط انت بتحسب متوسط عشرين الف السؤال بقى بعد كم سنة جيب التكاليف اقولك تجيبها ازاي هتقوله فترة الاسترداد بتساوي اجمال التكاليف اللي عندك او الاستثمار المبدئي اللي هو الستين على المتوسط اللي انت جبته الى عشرين يديلك كام تلات سنوات فترة استرداد هذا المشروع تلات سنوات بس بقى ركز معايا في الحتة دي لانها مهمة جدا المسألة هيك كتبتها خلاص خليك معايا انا بقى بص يا سيدي ممكن في الامتحان يجي يقولك ايه مشروع استثمار المبدئي او تكاليفه الاولية فجايب لك التكاليف وارداته ويقوم ايليك ايه مجموعة تدفقات السنة الاولى مجموعة تدفقات السنة التانية التالتة الرابعة مثلا طيب كده معناه ايه اولا كده معناه انهم اربع سنوات طب ده مش جايب لي المجموعة الاردات انا هعمل ايه لأ ما انت ما جايب لك بس انت هتعمل ايه هتجمعه واجابهم لك فكة انت بس تعمل ايه جمعهم مع بعض يديك مجموعة التدفقات النقضية خلي بالك خلي بالك خلي بالك لما بنيجي نقول القانون بنقول ايه اول خطوة بجيبها بفترة الاسترداد من المثال المهمة جدا بجيبها بخطوتين اول خطوة بجيب حاجة اسمها متوسط التدفقات بيساوي مجموعة بص مجموعة التدفقات النقضية يعني ما بحطش تدفق حاجة لا مجموعهم مع بعض طيب لو هم جايبهم لي سنة اتنين تلاتة اربعة اعملي اجمعهم يبقى ده مجموع التدفقات الله هو جايبهم مجموعين قطر الف خيره طيب ايه تاني كمان من النقطة الفنية اللي ممكن تجي لك النقطة اللي هنقولها دي اذا كانت فترة استرداد المسروعات المماثلة اقل يرفض مسروعك اما اذا كانت اكبر يقبل مسروعك يعني ايه ركز معايا دلوقتي واحنا بنحل المسألة اللي فاتت دي جاب لك ايه قال ايه احنا حلناها طلعنا فترة الاسترداد تلات سنوات اتلقيته جايب لك في الامتحان كده بيقول لك ايه علما بان المشاريع المماثلة كلمة المشاريع المماثلة يعني اللي زيها فترة استردادها اربع سنين يعني قدنا والله اكبر مننا يعني هم جابوا فلوسهم في اربع سنين احنا جبناها في كامب في تلاتة هم اكبر لا احنا نقبل مشروعنا احنا احسن احنا هنجيب فلوسنا في جدة قليلة اما هم لو كانت فترة استردادهم سنتين واحنا هنجيب فلوسنا في تلاتة لا ده انا كده ما عملش مشروعي لانه هم احسن مني جابوها في سنتين هنجيبها في كامب في تلاتة لا ساعتها ما عملش مشروعي يبقى الجملة بنقول ازا كانت فترة استرداد المشروعات المماثلة المماثلة اقل مننا اقل مننا يرفض مشروعنا اما ازا كانت اطبع مننا يقبل مشروعنا فترة الاسترداد من المسألة المهمة تاني لو في المسألة جاب لك كده قالك إذا علمت أن الاستثمار المبدأة أو التكاليف كذا ومجموعة التدفقات وجايب لك سنة أولى سنة تانية والسنة التالتة والربعة ومش مع بعض أنت جمعهم طب لفت يا مستر جايب حاجة نقصة منهم يعني جايبها في جدول وجايب حاجة نقصة أو حاجة نقصة منهم لو حاجة واحدة جمع واطرح من مجموعة التدفقات لو حاجتين ارجع بقى للحلقة اللي احنا شرحناها باستفادة وفكرك تاني عيوب فترة الاسترداد اتنين اهمال المكاتب الإضافية وإهمال القيمة الزمنية للنقود ورق أو قلم وكتب كل حاجة بنقولها هتلاقي نفسك حتى لو انت بترجع امتحانات هتلاقي نفسك عارف تحل نشوف مع بعض النقطة اللي بعد كده من الأسئلة المقالي المهمة جدا اللي متقررة على طول في الامتحان ما هي العوامل المؤثرة على قرار اختيار موقع المشروع انا لما اجي اختار موقع اللي هعمل عليه المشروع هل بختاره عشوائيا لا طبعا في عوامل من ضمن العوامل دي الخصائص الفنية والطبيعية لموقع المشروع المكان اللي انا هعمل فيه المشروع ده خصائصه الطبيعية ايه خصائصه الفنية ايه كمان عندنا تكلفة الحصول على الارض لازم تكون تكلفة الحصول على الارض اللي انا هعمل عليها المشروع مناسبة لمجموعة تكاليف اللي انا هعمل عليه المشروع عندنا كمان ان المشروع يبقى اسواق التصريف ان المشروع يبقى قريب من طور الرئاسية والماء وطور الرئاسية يبقى دي سؤال مهم جدا ما هي العوامل المؤسرة باختيار موقع المشروع نشوف السؤال اللي بعد كده اذا علمت ان القيمة الحالية للتدفقات الدقلة خمسة وعشرين والخارجة آآ آآ الفين احسب صف القيمة الحالية واكتب اللي انا هقوله ده صافي القيمة الحالية صافي القيمة الحالية بيساوي بيساوي ايه صافي القيمة الحالية بيساوي التدفقات او القيمة الحالية للتدفقات الدخلة ناقص القيمة الحالية للتدفقات الخارجة سمح حد بيقول داخل تقول يا خارجة مستوى احنا منعرفش الكلام ده طب اعرف بقى التدفقات الدخلة هي الاردات التدفقات الخارجة هي التكاليف يعني معنى كده ان صرف القيمة الحالية بيساوي الفرق ما بين التكاليف الفرق ما بين الإرادات والتكاليف يعني عمل إيه يا مستر اطرح لو جاب لك قال لك إذا علمت أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الدخلة عشر تلاف والخرجة سبع تلاف هل يقبل المشروع الله يرفض تبقى لمعيار صرف القيمة تبقى لمعيار صرف القيمة الحالية هقوله حاضر أطرح أنا بطرحش كبير من صغير وصغير من كبير لا أنا بطرح إيه إرادات من تكاليف دخلة من خارجة أطرح العشرة من السبعة إدك تلاف جنيه موجب ولا سالب مديك موجب يبقى الموجب هنا معناه إن المشروع دوت مربح ولا مش مربح آه إذا كان إذا كان صرف القيمة الحالية رقم موجب يقبل ولا يقبل المشروع رابه يقبل المشروع أما إذا كان رقم سالب يتم رفض المشروع يعني لو أنت طرحت الإرادة من التكاليف طلع لك رقم سالب قل له المشروع مرفوض يبقى لو موجب بالآلة لو موجب هيطلع لك لو موجب يبقى المشروع مقبول أما لو كان سالب يبقى المشروع هنا مرفوض في الحالة اللي قدامنا ديك بيقول لي إذا علمت أن القيمة الحالية 2500 للدخل لو الخارجة 2000 بحسب صرف القيمة الحالية للمشروع اتنين مؤشر القيمة الحالية لدليل العبحية لأنا أعرف هنا وفي حاجة مستر اسمها مؤشر القيمة الحالية طبعا بس خلي بالك صرف القيمة الحالية حاجة ومؤشر القيمة الحالية حاجة تانية صرف القيمة الحالية عبارة عن الفرق بين التدفقات الدخلة والخارجة أما مؤشر القيمة الحالية اللي بسميه دليل الربحية وممكن ما يجيش مسألة يجي لك قانونه يكمله تاني مؤشر القيمة الحالية أو دليل الربحية عبارة عن صرف القيمة الحالية على التدفقات الدخلة تاني صاف القيمة الحالية على التدفقات الدخلة نبص كده مع بعض المسألة حالت ازاي بقول له صاف القيمة الحالية بيساوي تدفقات الدخلة ناقس التدفقات الخارجة تدفقات دخلة 2500 ناقس الخارجة 2000 طلع ل500 ملحوظة المشروع هنا مجبول مجبول يا مستر لان الناتج طلع ايه موجب اما لو كان سالب كان المشروع هنا مرفوض طب ما نجيب بقى مؤشر القيمة الحالية لدليل الربحية مؤشر القيمة الحالية او دليل الربحية هجيبه ازاي هقول صاف القيمة الحالية اللي انت جيبته او اللي هو مدهولك على القيمة الحالية لتطفقات الدخلة يعني بس هنا هتديك نسبة هطرح اعقول خمسمية على الالفين هيدينينا خمسة وعشرين في المية برضو انا بحاول اسبع رتمي كده عشان اقدر بغطي كل جزء موجود في المنهج ان شاء الله يبقى امتحان جميل طيب نبص كده على المسألة اللي قدامنا دي تكلفة ربح واخسارة كل واحدة تراجبها ازاي ده جدول بيجي لك جدول عدد الوحدات سعر الوحدة التكلفة ربح واخسارة كل واحدة ربح واخسارة اجمالي كل واحدة جايب لك هنا خمس تلاف واحدة اه ركز معايا وراء وقلم وكتب اللي موجودة عالشاشة قدامك دو يبقى تكتب اللي موجود قدامك عالشاشة علشان المسألة مهمة عدد الوحدات 5000 سعر الوحدة تلاتة تكلفة الوحدة اتنين جنيه طيب بص هنا قدامك عايزنا كمل الكلام ده المربعات دي انا ببيع سعر الوحدة انا سعر البيع ببيع بتلاتة والتكلفة اتنين يبقى هنا هو هتحل بيعني حل بالقلاه الحسبة اه اطرح تلاتة بالتنين من القلاه الحسبة تلاتة نقص اتنين هتديك جنيه هتديك جنيه الجنيه ده ربحة ولا اخسارة لا طبعا ربح طبع عرفنا منينه انه ربح لان سعر البيع اعلى من سعر التكلفة يبقى اقوله هنا جنيه الفرق هنا جنيه طيب هنا الاجمالي انا هنا بكسب في الواحدة جنيه هبيع كم واحدة خمس تلاف يبقى عشان اجيب الاجمالي ده بقول خمس تلاف في واحد جبت منيني الواحد اللي هو الفرق ما بين ده وده يبقى احط هنا خمس تلاف نيجي للتانية ببيع بربعة مكلف كام ما نعرفش لكن محقق ربح اتنين جنيه اه يبقى اقوله اربعة ناقص ده هيديك هنا التكلفة كانت اتنين جنيه طب عايزة اتأكد اقوله اربعة ناقص اتنين هتدينا اتنين طب هنا الربح اتنين جنيه يعني انا بكسب الواحدة اتنين جنيه هبيع كم واحدة تلات تلاف واحدة يبقى اتنين في تلاتة بست تلاف يبقى انا لو عايز اجيب الاجمالي هنا ركز لو انا عايز اجيب الاجمالي هنا بضرب الربحة والخسابة لكل واحدة فعدد الوحدات طب افرد بقى اصعبها لك اكتر افرد هو ومش جايب هنا عدد الوحدات بسيطة جدا اعمل له اقسم الستلاف على الاتنين دي يديك عدد الوحدات مسائل من المسألة المهمين جدا شوفوا النقطة اللي بعدها استكمل الناقص في الجدول جملنا خلاص ثم محدد البديل المقبول طب البديل المقبول ده مستر اختاره على اساس ايه شوف من اللي بيحالك على ربح ويتم اه تكلفة الاموال المرجحة جايب لك جدول بيقول لك مصدر التمويل التكلفة بعد الضريبة طب هو عايز ايه بيقول لك هنا المبلغ ده بالالاف يعني ايه بالالاف يعني دي تتنطع تلتمائة وخمسين الف ومتينك مجموعهم الف 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 يعني مليون ودي النسبة دي النسبة بتاعت ايه نسبة كل حاجة من مصادر التمويل في دي هديك مثال يعني الوقتي انا ممول المشروع بأسهم عادية بنسبة كام خمسة وثلاثين في المية من قيمة المليون جنيه دول ارباح محتاجة زي بنسبة خمسة وعشرين طيب الاولة بس علمك حاجة افرد هنا جاب لك اي نسبة اي نسبة هنا نقصة المفروض مجموع النسب دول يساوي مية في المية يعني جاب للنسبة دي نقصة او مجامع دول وطبحهم من النسبة دي يديك اللي نقص طب افرد هنا المبلغ من دول نقصين يبقى اجمع المبالغ دي يعني مثلا المبلغ ده مش موجود اعمل ايه اجمع ده وده وده واترحهم من ده طب افرد بقى ولا مبلغ من دول موجود في حالة انه مفيش مبلغ اضرب المبلغ ده خلي بالك اضرب المبلغ ده في النسبة دي يديك ده يعني لو انت بتجرب دلوقتي على الالة ضربت الف في خمسة وثلاثين على مية هيديك الرقم اللي نقص ده طب النسبة مش موجودة وعايز اجيبها المبلغ تلتمية وخمسين نقسمه على الف على الف واضرب في مية يديك المعدل ده طيب هو عايز ايه بقى دي تكلفتهم التكلفة بعد الضريبة ستاشر خمستاشر عشر عايز ايه بيقول لي احسب تكلفة الاموال المطلوب حساب تكلفة الموجحة للاموال ويه بجيبها ازاي ده القانون اللي بحلي بيه التكلفة الموجحة بتساوي نسبة المصدر في تكلفة المصدر طب انا بجيب منين بص كده الجدول تاني ادي النسبة ودي التكلفة بضرب النسب في بعضها بضربها ازاي هقول لك دلوقتي باجي هنا وبقول الاسهم العادية شو بنا عملت ايه كانت نسبتها خمسة وتلاتين وتكلفتها ستاشر يبقى انا ضربت خمسة وتلاتين في المية في ستاشر اه على الالة تديك خمسة وستة من عشر لو مش طلع لك الرقم ده على الالة عشان في ناس بس بتواجه الصعوبات في الالة اضرب عادي اضرب خمسة وتلاتين في ستاشر وقس معالمية يديها لك على طول طبعا بفضل اضرب هنا الاطباح المحتاجة زب اضربهم لحد ما في الاخر خالص بجمع الارقام دي كلها طلع متوسط التكلفة اتناشر وتلاتة لازم اكتب له الجملة ديت اي ان اي ان مزيج الاموال قدروا مليون جنيه يجب ان يحقق عائد لا يقل عن اتناشر وتلاتة من عشر على الاستثمار سمعت احد بقول انت جبت من المليون دي مش احنا قلنا المبالغ بالالاف والف الف اللي هي موجودة في الجدول دي عبارة عن مليون نخلي بالنا من المسألة من المسائل المهمة اكمل ما يأتي طيب هو ممكن يجيب لك قوانين تكملها اه طبعا وخلي بالك ده سؤال ممكن يجينا ممكن نلاقي كده في الامتحان ان يجيب لي قوانين او عايز يغطي اكبر قدر من العملي جاب مسائل وفي مسائل ما جيتش يوم جيب هانا قوانين اكمل ما يأتي متوسط استهلاك الفرد بيساوي الاستهلاك الفعلي في سنة معينة على عدد السكان في نفس السنة خلي بالك افتكي بالجملة اللي انا هقولها دي متوسط استهلاك الفرد ده لا يستخدم الا للسلع الشائعة مثل الخبز المرونة الداخلية المرونة الداخلية هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلع على التغير النسبي في الداخل من القوانين المهمة جدا معامل المرونة التغير النسبي في الكمية المطلوبة من السلعة على التغير النسبي في السعر قانون اللي بعد كده معادلة الاتجاه العام اللي هي السلاسل الزمنية بتساوي الف زائد ب في سين الف زائد ب في سين اهداف النشاط التسوين من الاسئلة المقالي المهمة برضو تعرف على فئة العملاء المستهدفين تعرف على رغبات العملاء قياس بضا العميل وضع سياسة تسعير ملأمة استخدام الاساليب الملأمة لكل من المنتج والعميل مؤشر القيمة الحالية لسه متكلمين عنه مؤشر ببحية او دليل ببحية ممكن اقول عليه مؤشر القيمة الحالية او دليل ببحية بيساوي صاف القيمة الحالية على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة متوسط العائد نخلي بالنا من القوانين دي طبعا القوانين هتبقى عندك موجودة انت بتنقلها وتحفظها متوسط صاف الربح المحاسب السنة وبعد خصم الاستهلاك والضريبة على متوسط قيمة الاستثمار طيب مصطلح من المجموعة من المصطلحات المهمة طيب حد هيقول لي هو انت كده خلصت العملي الحلقتين اللي فاتهم اللي كنا شرحناهم قبل كده كنا اخدين العملي لكن احنا هنا غطينا قدر كبير جدا من العملي انا باذن الله ليلة الامتحان والحلقة بتزع هبقى انا كمان معاك باذن الله لو انت حابب تسألني اي سؤال تاني والحلقة بتزع لو انت حابب تسألني اي سؤال وهيبقى تاني يوم الامتحان انا هبقى معاك مباشرة اسألني وانا هجاوبك اي حاجة انت واقف فيها انا هجاوبك فيها هفكرك كده بشوية نقط سريعة في المشروعات في الصحة والغلط والكلام ده كله بص معايا سيدي عندنا حاجة اسمها دراست الجدوى نوعين دراست جدوى مبدئية ودراست جدوى تفصيلية لو جاء لك كده دراسة اولية استكشافية هدفها التأكد من عدم موجود بقية لها عن المشروع فكرة الاستثمارية يبقى الدراسة تفصيلية مما تتكون الدراسة التفصيلية رفع عليكم من اربعة ايه هم الاربعة دول؟ الدراست الجدوى التسويقية دراست الجدوى الفنية دراست الجدوى التنمولية دراست الجدوى مرحلة تقييم المشروع مالي وتجاري كمان عندنا من النقطة المهمة المزيج التسويقي مكون من اربعة ده الحاجات بقى اللي بيجيبها صح وغلط واختار من بين الاقواص المزيج التسويقي مكون من اربعة ايه هم الاربعة دول؟ عناصر المزيج التسويقي او ساعات بسميهم عناصر النشاط التسويقي الاربعة دول منتج ساء وتوزيع وتوريج افكرت برضو كلمة المنتج هي ايه المنتج ده هو الخدمة او السلع اللي بيقدمها المشروع السعر السعر لابد ان يكون سعر مناسب للعميل وفي طرق لتحديد السعر اللي لسه الينا من شوية السعر على اساس المستهلك السعر على اساس السوق السعر على اساس التكلفة السعر على اساس الطلبية على اساس المنافسة كمان عندنا العنصر التالت التوزيع يطلق عليه المزيج المكاني المزيج المكاني هو مكان تواجد السلعة. التوزيع ما كان تواجد السلعة. برضو من الجمل اللي نخلي بنا منها. ان شاء الله بازن الله. وامتحان يجي لك خفيف. نخلي بنا منها. السوق لم يعد المكان. وانما المستهلك اينما وجد. التسويق مهم لدرجة انه لا يطبق لقدارة التسويق فقط. برضو في الصح والغلط. يجي يقول لك حملت الاسهم يتحملون مخاطر اقل من حملت القروض. اقول له لا غلط. حملت الاسهم يتحملون مخاطر اعلى من حملت القروض. من ضمن المصطلحات المهمة. تحديد حد اعلى بواسطة الحكومة. اسمه التزعيم الجبي. بص معايا كده انا جايب لك اه كم مصطلح كده. اكتبهم برضو واحفظهم من المصطلحات المهمة. اه قدرة المنشأة على تكييفها يكلها المالي. مع الاحتياجات او المتغيرات التي تنشأ على المنشأة. هي المرونة. اكتب على الشاشة قدامك هم. اكتبهم عشان انت عندك امتحان. رقم اتنين. ان تكون انواع الاموال التي يحصل عليها المسوع. مناسبة لانواع الاصول. الملأمة. اه الحد الادنى الذي يجب تحقيقه. الحد الادنى الذي يجب تحقيقه. الاموال المرورة بالقروض وتكلفة الاقتراض. اه انا حاولت بقدر الامكان ان انا نغطي كل حاجة. اه ساعدنا مع بعض الحلقات اللي فاتت. وان شاء الله بازن الله بكرة تطلعوا موفقين في الامتحان. وارجوا ان انتوا تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.